وواواوا الى اخره سواء هي اللي بتعملوا صحنا وغلط دي مش قصتنا ولكن ان انت بتنشر دون اذن الشخص هي دي الجريمة اه طبعا اه دي جريمة وبعدين 12 ده مصر كلها شافت الموضوع اخي ببلك فانت عندك جريمة كبرى انا بدي ده كمثل يعني لان ده بيحصل كتير اوي بقى دلوقتي يعني بقى بيتلاقي ناس ايه واحد عايز انتقم سبخة طبطه او اتطلقه او واحد عنده طر معاً تاني طر شخص يعني فبيطلع بقى كل حاجة بتبقى موجودة يا بحث عن الاخلاق برضي يا استاذ محمد قبل ما بنتكلم في ده دور على الاخلاق ودور على التربية وانتور عمري بقول لك هشام الحاجات دي خلاص ما بقيتش موجودة فلازم القانون اللي يبقى موجودة لو تفتكر دايما بقول لك كده لو هنعتمد على الكلام ده خلاص ما فيش الحاجات دي ما بقيتش موجودة في عرفنا ما بقيتش زي زمان ما بقيتش فيه عادات وتقاليد واحترام ده فكرة حتى النشأ اللي طالع كلمة ان يقول لك حضرتك ولو سمحته بعد إذنك يا باشا ده مش موجودة دي بقيت عملة ندرة ما بقيتش تتقال حتى احترام الصغاري الكبير ما بقيتش موجودة ما بقيتش تتقال حتى لما بتيجي تتعامل مع الناس ما حاتش بقول لك ما حاتش فيه الكلمة لو سمحت دي ما بتتقالش ما تسمعاش دراسة لا 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 ده احنا قريب هنبطل كمان صباح الخير ومساء الخير يعني بص وصلنا لغاية مرحلة ايه هنبطل لك اصدقائي هو موزيع راديو وبيستقبل تليفونات دايما يعني يقول لك مثلا شاب متصل بقوله يقول لك بقول لك ايه أسطى شوف انت لغتك راحت فين شوفت يعني حوارك راحت فين واشتا بقى ومش عارف لا دي عادي معدية بتلاقي حتى مصطلحات مش في محلها يا حبيبي كان كل واحد اللي أكبر منهم ما بقولوش غير يا أستاذ فلال حضرتك بقاش فيه كلام ده موجودين انت رايح فين يا عم الحاج يا باشا مش عالي الكلام ده كله عايزين بس نقول للناس ايه طب هنواجه ده ازاي ساعتك خد بالك بقى كمان انت متساعدش غيرك على ان انت يا سيدي قلل من معلوماتك الشخصية على صفحتك انت مباح انت بقيت مستباح بقيت كل حاجة بتاعتك موجودة فانت بتسهل كمان العملية خد بالك خد بالك مين بيصورك وانت واعد مع اصحابك على فكرة كمان الناس بدأت تقلق دول من بعضها وهي قاعدة اخذ بالك بلك حد بيصورنا حد بيساكلنا ده غير تسجيل المكالمات كمان اه ده حاجة تانية خالص اه ده دورتي في القاعدة معه انت بتخاف بقى حد جنبك يصورك بحاجة حد ضمو الحاجة بحاجة تسجيل المشهير ولا العدت الكورة ولا ولا ما بيبقاش احد برحته في اي مكان يكون معاه خطبته ولا معاه مراته ولا معاه صاحبته ولا اي حاجة يبقى احد خايف حد يصوره وخايف حد ينزل اي حاجة ما بقاش فيه الاساسية ما بقاش فيه خصوصية ما بقاش فيه احترام للغير هو الانترنت ده بقى غول اه بقى كارسة كبيرة اوي بقى عندنا بقى وسيلة اساسية للفضيحة وسيلة اساسية للانتقام اخبالك اه انا بنتقل وسيلة اساسية للابتزاز والله زمان فيسبوك ده اول في بداية ظهوره كان لطيف جدا كان تعارف وكان جميل وكان فيه ابتسامة وضحك وكان تبدل للمعلومات اه كان كل الناس بتتعرف على بعض وفيه ناس كتير اتعرفت على بعض وفيه ناس لقت بعض اه اه دوقتي مفيش بيلاقي بس عشان ايه يعمل مشكلة معاه ما هو احنا عملنا دراسات قبل كده كتير على الناس دي اللي بتاعت الفيسبوك يا عشان ده كبت شخصي موجود جواه اخد بال ده واحد قاعد مش قادر يعبر عن اللي جواه وسط المكان اللي هو موجود فيه مش واخد راحته عنده كبت مضغوط بيتضغط عليه سيدي ما بيقدرش يتكلم ما بيقدرش ينفس عنده عقد شخصية حال فيسبوك هو حال بقيت المواقع التانية زي تويتر لا الفيسبوك اكتر اكتر اه طبعا بكتير واخد بالك تويتر لانه هو عندنا الاكتر استخداما اه في مصر اكتر استخدام لكن في دول تانية مثلا زي السعودية والحاجة بيبقى تويتر اكتر واخد بالك فده بيطلع بقى اللي جوه اه واخد بالك زي ما كنت بقول لك زي ما قبل كده زي جمهور الكور مواقع في البيت مش قادر يزع انا برضو فيه نقطة والله احبب بتكلم فيه يا سوز محمد انت قد تكون شخص غير مسؤول وكتبت بوست عبثي اه تلاقي الصحافة بتتناوله اه احيانا الاعلام بيتناوله انت بتركز ده مع الحتة دي جدا لانا دي مهنتي يا باشا الاخبار بتاع السمع معلش دي مهنتي اه فانت برضو بتاخده على اي اساس اه انت بتشجعه عشان يكتب مرة واثنين وثلاثة اه ايوة ده هو بقى مصدر اساسي للاخبار انت قطع عليه مايا ونور حيسكت لبرامج التوكشو واوا مصدر اساسي للاخبار وسائل التواصل الاجتماعي تخيل انت فاحنا بنأكد الكلام ده هي الرياضة كمان اه اللي انا بتكلم فيه اصلا يعني سارع على الرياضة بشكل كبير قوي في الحتة دي الرياضة والفن كمان اه يعني كتير اه ورياضة ترسيخ لفكرة التعصب والتجاوز الفتن الرياضية الجديدة دي اللي هتطلع ما تخدوش ما تتكلمش فيه اه لا لا احنا بنكلم فيه كتير واحد بيشجع النادي ده واحد بيشجع النادي ده واحد بقى بيزم في النادي التاني لا ده احيانا بيكون لاعب او مسئول اه انت بتاخد بقى تصريحاته كصحافة وتكفرها اه كمل هو الرياضين مع بعض هو الفنينين ما بيعملوش كده مع بعض اه ما هو ده موجود بقى بصراحة الرياضة اه زيادة شوية كتير لان احنا اللي بنزودها احنا اللي بنعمل فوكس على الحاجات دي احنا ليه نطلع الكلام ده احنا كاعلامين زي ما انت بتقول احنا ليه نطلع على الحاجات دي انا ليه عندي خبر على السوشيال ميديا مش متأكد منه واقول على فكرة قاله كذا كذا على السوشيال ميديا ما انت اشعة الخبر وبعدين اصل التلفزيون غير السوشيال ميديا التلفزيون ملايين بيتفرجوا فاخد بالك فانت نقلت الخبر لا وبعدين دي صمعة مكان اه صمعة مكان فانت لازم برضو يعني انت من واجب احترامك للجمهور اللي بيتابعك ما تقدملوش معلومة غير معلومة صحيحة يعني مثلا لانه حيفقد الثقة فيك فيما بعد اه لما تكلمنا على الموضوع بتاع بنت الفستان الازر ما فيش محطة ما تكلم